محاولة جديدة لإنعاش الاتفاق النووي مع إيران ومنعه من الانهيار وهذه المرة من باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي ماكرون وزير الخارجية الإيراني ضريف بهدف محاولة إعادة طهران إلى احترام ما تم الاتفاق عليه في فيينا عام 2015 مع الدول الكبرى ورغم وصفه للقاء بالمثمر إلا أن الوزير الإيراني لوح برفض بلاده لأي خطوات من شأنها إعادة التفاوض على بنود الصفقة النووية الرئيس ماكرون والرئيس روحاني تحدثا هاتفيا الأسبوع الماضي وقدم الرئيس ماكرون مقترحاته على الرئيس روحاني ونعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح رغم أنها لم تصل إلى مبتغاها بعد يعلق ماكرون الساعي إلى توحيد المواقف الأوروبية حول هذا الملف أماله على قمة مجموعة السبع التي تحتضنها فرنسا نهاية الأسبوع المقبل ومناقشة القضية المتعثرة مع قادة المجموعة وخاصة مع الرئيس الأمريكي الذي رفع يده من الاتفاق النووي العام الماضي في الأثناء خرج العشرات من أبناء الجالية الإيرانية في العاصمة الفرنسية ضمن مظاهرات رافضة وغاضبة لاستقبال الغريف سبقت احتجاجات أخرى لإيرانيين مقيمين في الدول الإسكندنافية لدت الاعتقالات وسقوط جرح في السويد وفوضى في كل من النرويج وفنلندا جابر الجودي العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر